السلام عليكم شعورون فيديو جديد وهذا المرة لدينا هذا الكيس الذي يشاهدونه أمامكم طبعاً مشكلة هذا الكيس دعونا نشاهدكم معها شغل الكيس يشتغل دعونا نشاهدكم على الشاشة كما ترون USB Device Over Current Status Detected يقول لي أنه عندك سحب عالي على USB بعد 15 ثانية الجهاز سينطفي هذا الحطل مشهور جداً بكاسات PC يعني بكاسات الكمبيتر أو بحاسبات المنضدية وشكلة هذا الجهاز ممكن تكون معدة أسباب طبعاً من أهم الأسباب أنه يكون عندنا USB مكسر على الجهاز ولكن هذا الجهاز طبعاً فحص كل USBات اللي عليه فما به أي USB مكسور الحالة الثانية اللي ممكن تسبب هذا العطل هي وجود تلف بالبورد أو هذا الكارت اللي يصير عليه الـ USBات الأمامية اللي هو هذا فرح نقوم بإلغاء الـ USB الأمامي طبعاً بـ USB 2 و بـ USB 3 هذول اثنين هم لغيتهم USB 3 و USB 2 نزعت الفرية هم رح نحاول نشغل مرة أخرى وشوفكم أنه المشكلة رح تظلم موجودة حالياً حالياً شغلنا الجهاز بعد إلغاء البورد الأمامي أو الـ USB الأمامي مثل ما تشوفون المشكلة بقت على حالها ممكن يكون احتمال آخر أنه الـ USBات الخلفية اللي على المتربورد صاير بيها كسر وطبعاً هذا الشيء ما موجود لأنه آنف حص الـ USBات اللي موجودة على البورد وما كان بيها كسر حالياً المشكلة محصورة عدنا بالـ motherboard المتربورد مع هذه اللابتوب أو عذران مع هذه الـ PC بمشكلة تجعل الجهاز يستشعر أنه الـ USBات عليها شورت وهي أصلاً ما بيها كسر أو بيها مشكالية من شونه ممكن تكون هذه المشكلة؟ طبعاً المتهم به الأول هو الـ IC الخاص بالـ USBات طبعاً بما أنه كل قناة من قنوات الـ USB لديها IC منظم خاص بها فلازم يكتشف القناة قبل أن نبدأ بعملية الصيانة وبما أنه القناتين الخاصة هنا بالـ USB 3 والـ USB 2 القناتين سليمتين مثل ما تشوفون عدنا هنا الـ IC المنظم هنا مال القناة إذا واضح أمامكم والـ USB 2 الـ USB المنظم مالتها صاير هنا فوقها بما أنه أظن القناتين من الغيناهم مستعدة لدينا فهذه القنوات مستبعدة لدينا من الحسابات عدنا هنا الـ USBات الخلفية أيضاً عدنا قناتين مثل ما تشوفون واحدة صايرة ويلان الـ USBات صايرة ويلان هذا الـ IC المنظم مالتهم إذا واضح أمامكم واللي عدنا الـ USBات الأخرى هنا هذا القناة المنظم مالتها هو هذا الـ IC اللي خلفها فش راح نسوي حالياً راح نقوم بـ طبعاً تغيير مكان الـ USBات طبعاً هنا عدنا مثل ما تشوفون أرجو المادرة مثل ما تشوفون عدنا قنوات USB فهنا عدنا قناة فوق USB 3 لو جينا ربطنا الـ USBات عليها هاي راح تكون المنظم مالتها راح يكون على واحد هنا مثل ما تشوفون بهاي المنطقة فنجي نفحص نشيك راح نشغل هسه الخطأ ما ظهر أمامنا هالمرة إذن القناوات اللي كنا مستخدميها هي اللي بيها المشكلة من ربطنا USBات عليها ظهر أمامنا الخطأ فحالياً بيّنت عندنا المشكلة لأنه سببها وجود تلف بالقناة اللي هي هذه اللي كنت آني مستخدمها اللي هي القناة فهذه القناة هي اللي بيها المشكلة هاي القناة السليمة الدليل إنه هسه اشتغلت عندنا الحاسوب اشتغل عندنا بجرد تغييرهم وهنا راح نربطهم الـ USBات إذا هنا ايضاً ما انطقة خطأ فالقناة الوحيدة التالفة عندنا راح تكون هي هاي القناة الوسطية ورح نشتغل على أصلاحها سوياً إن شاء الله خلينا نتأكد أول مرة نطفي الجهاز بعد ما غيرنا القناة على القناة السفلة هاي الأسفل قناة مال USB التحت نجح حالياً نشغل سوياً خلينا نشغل الـ Power Supply ونشغل الجهاز المفروض سيفتحدنا إذا فتح فتكون المشكلة محصورة عندنا بالقناة الوسط نعم أخوان بالضبط القناة الوسطية هي اللي بها المشكلة راح نقوم بتفكيك البورد إن شاء الله ونرجع مواصل خليكم تابعين نشوف انتظام البورد وجينا على الميز ما للصيانة القناة اللي كان عندنا بها مشكلة قلنا لدينا قناة هنا الناب داخل اللي مرتبطة مع اللان هذه أي سليمة فحصناها القناة الثانية الـ USB 3 هذه أيضاً كانت سليمة القنوات هذه اللي تنربط بالPanel الأمامي أو هذه سليمة وهذه سليمة لأنه من ربطنا عليها الـ USB 3 فحصتها اشتغلت القناة الوحيدة اللي من ربطت عليها صار بها الإشكارية هي هذه هذه القناة هي اللي بها العطل فوراها مباشرةً عندنا هذا هو الـ controller أو IC الحماية الخاص بهذه القناة هذا الـ IC على الأغلب هو السبب المشكلة فصراحة بحثت عن Schematic للـ Board Board View أيضاً الموديل اللي على الـ IC نفسه بحثت عنه بنتة ماليقة فمضطرين إنه نشتغل بطريقة عشوائية الطريقة الأولى راح نجربها حالتنا نصلحها هو نبدل IC الحماية ونشوف إذا ما تصلح البورد عندنا ممكن يكون عندنا صاير مشكلة بالخطوط مال الخطوط مال يعني الخطوط مال اليو اس بي بينه وبين البي سي ايج يا أما نلغي هاي القناة كلها بشكل كامل يا أما نقوم بربط جمبر خمسة فورت من الـ من البورت الـ 24 بورت هذا اللي هنا ما نتغذية نربط جمبر نغذي به الخمسة فورت لأنه سبب حصول هاي الأشكالية هو وجود دروب بالفورت مع الخمسة فورت وبالتالي سيصير عندنا هذي الأشكالية فممكن يكون المشاكلة بخطوط النقلة مع الفورت فالـ 5 فورت أو الخمسة فورت قد تنزل عندنا إلى مثلا 2.5 و 3 فورت هي هي سبب المشكلة أو مثلا ممكن يكون الـ IC مال الحماية هو اللي بالخلل فراح نجرب الحل الأسهل وهو استبدال IC الحماية وإذا ما صلحت الأشكالية عندنا راح نقوم بعمل جمبر خمسة فورت بين بين هايب النقلة التغذية الرئيسية ناخذه من الخمسة فورت ناخذه مباشرة ونغذي بها الـ USB حتى نضمن عدم حصول دروب بالفورت إذا ربطنا عليها أي جهاز طبعا هاي هاي الشغلة مو صحية أو مو يعني بحال الحال راح نكون لغينا حماية الخمسة فورت راح تابعة الخمسة فورت مباشرة عندنا هنا وهذا الشيء غلط ما أتمنى أنه نصل لهاي المرحلة ولكن خلي ما نستعجل الأمور ونقوم بتجربة استبدال آي سي الحماية وبعدها نقرر ما راح نسوي خليكم تابعين أول شيء راح نقوم بإخوان خلينا نروح إلى وضع السكوب مثل ما تشوفون إخوان آي سي الحماية الخاص بهذا البورت أو هاي القناة هو هذا الكود اللي عليه طبعا بحثت عنه ما لقيت بديل إلى آآ فرح نبدل بشكل عشوائي آآ من راح نلقى أي بورد أسوس نفس الماركة أو قريب عليه ورح ناخد آي سي الحماية مالتا لأنه على الأغلب راح يكون يشبه بالوظيفة ويشبه بالبنات راح نقوم بانتزاع هذا آي سي ونعوض نحل آي سي جديد ونشوف النتيجة اللي راح نحصل عليها فخليكم تابع شكرا نزعنا لآي سي اللي مستبهين بتلفا فخلينا راح نعوض محلة أو نجيب محلة آي سي آخر نراحي نراحي أيضاً اتجاه الاي سي ثم يشوفون النقطة ما الرجل الرقم واحد هنا وهي هنا المؤشارة على البورد حد دلالة على اتجاه الاي سي حيث راح يكون بهذا اتجاه حسا قمنا باستبدال الأي سي اخوان خلي آآ ننظف مكانه على السريع ونروح بعمل البحص خير راح نجرب شباب خليكم تابعين شباب ما على اسف جربت البورد وما اشتغل عندنا صار آآ يثوي آآ ريستارت رول لوب يعني مينة صورة قام يطفى ويشتغل مباشرة الجهاز طبعاً صار به شورت بسبب طبعاً هذا آآ آي سي الحمالي غير متوافق راح نقوم باستبداله بشكل سريع بآي سي آخر ورح نحرص انه يكون البورد قريب جداً من هذا البورد حتى تكون آآ آآ متطابقة آآ بشكل كبير فخلي نبدل ونجرب مرة أخرى اشتركوا في القناة 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 بدون تجميع البورد ركبته بشكل مؤقت لغرض الفحص بدون ربط الكيابلات بدون كل شيء فخلي بس نجي نشغل ونفحص ونشوف هنحصل على نتيجة ايجابية ونشغلنا طبعا هذه المرة الثانية اللي نبدل بها ايجتي الحماية ومثل ما اشوفون الحمدلله وشكر ما اعطى اي خطأ رغم انه نحن استخدمنا القناة الوسطى اللي كانت تنطينا الاشكالية فحاليا المشكلة انحلت ولله الحمد واتمنى يكون الفيديو عجبكم اذا اجبوا الفيديو وتنسونا من العجاب بالفيديو واشتراك بالقناة اشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد كون يكوز قداوي من قناة قداوتك وانتظر حتى لاحظ يقول لي الوس بيات مستعملت او صار عندك اشكالية بالوس بيات هذا الماوس يعمل بهذا الشكل وهذا الماوز وهذا الكيوبرد ايضا مشتغل وهذا يعمل وهذا يعمل كنترول 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 أمام كنترول أمام تقطع الجهاز وهذه الوس بيات المستخدمة هي اليو اس بيات اللي على القناة البسطة والهنا نكون وصل لنهاية الفيديو تحياتي